اشتركوا في القناة في مخيم جباليا شمالية قطاع غزة في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع فيما هرعت سيارات الاسعاف والطواقم الطبية لعلاج المصابين التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي في العاصمة السعودية الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف واجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والتنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات العلاقة بتحسين الاوضاع في اليمن ومقافحة الارهاب والتطورات في المنطقة وعلى رأسها الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها برئاسة اللواعي دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وقفت امام جملة من الاجراءات المتصلة بعمل الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة واستعرضت الهيئة نشاط هيئة المرأة ومجمل الانشطة والبرامج التي نفذتها والمشاركات الداخلية والخارجية للهيئة ولقاءتها مع فريق المبعوث الاممي كما وقفت الهيئة امام التحضيرات الجارية لانعقاد مجلس العموم المقرر في الثاني من يناير القادم اضافة الى جملة من المتفرقات المحلية والخارجية والقضايا ذات الصلة بعمل هيئة المجلس المركزية والمحلية واتخذت ما يلزم بشأنها تفقد وزير الدفاع الفريق الرقم محسن الداعي للكلية الحربية وكلية القيادة والاركان في الاكاديمية العسكرية العليا في العاصمة عدن وطلع وزير الدفاع على سير العملية التعليمية والاكاديمية مشهدا بالدور المشهود والاداء الاكاديمي والاحترافي العالي لهذين الصرحين العسكريين الكبيرين الذين يمثلان رفضا رئيسيا لتخريج الكفاءات والقيادات العسكرية وشهد الوزير الداعي عرضا عسكريا لمنتسب الكلية الحربية اشهد خلاله بمستوى الجاهزية والانضباط واللياقة البدنية ناقش المدير العام لمدرية المكلة العميد عبدالله بيعشوت مع لجنة مراقبة أسعار الأسماك أسباب عودة أزمة ارتفاع أسعار السمك في الأسواق المحلية بالمديرية وأرجعت اللجنة عودة الأزمة إلى العديد من الأسباب منها عدم الالتزام بتنفيذ القرار القاضي بإيقاف تصدير أسماك التونة بالإضافة إلى شحة هذه الأسماك ووجود فجوات وفوارق كبيرة في أسعار البيع والشراء ابتداء من الحراج وانتهاء بنقاط البيع بالتجزئة وأشار بيعشوت أن السلطة المحلية ستنفذ سلسلة من الإجراءات التي تسهم في معالجة هذه المعضلة نظم مكتب الثقافة بساحل حضرموت أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة بعنوان فن وموسيقى وفلسفة وتناولت الأمسية التي نفذت بالمسرح الوطني بمدينة المكلة تناولت الأبعاد الجمالية للفلسفة العامة وعلاقتها بالموسيقى منذ ظهرها كعلم في بداية القرن الخامس عشر الميلادي وتخلل الحوار وعددهم من الوصالات الغنائية من الدان الحضرمي والقصايد الشعرية نالت استحسن الجميع زار رئيس انتقال حضرموت العميد سعيد المحمدي منزل أسرة شهيد عمر بازنبور بمنطقة فوة بالمقلة إحياء للذكرى العاشرة لاستشهاده في الهبة الشعبية الحضرمية وعشر المحمدي إلى أن إحياء هذه الذكرى هو لفتة بسيطة من قيادة المجلس تجاه هذه الأسرة الكريمة التي قدمت فلذة كبدها مجددا العهد لأسرة الشهيد وكل الشهداء على المضي قدما على نهجهم ومواصلة مسيرتهم النضالية حتى استعادة حقوق حضرموت وثرواتها المنهوبة وتحرير واديها وتمكين أهله من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية والاقتصادية وشهدت مدينة المقلة عصر الخميس ألعابا شعبية بمناسبة الذكرى العاشرة للهبة الشعبية الحضرمية واجتملت الفعالية التي نظمها مكتب مؤتمر حضرموت الجامع في مدرية المقلة اجتملت على مباهج فرائحية ورقصات من التراث انطلقت من أمام بريد المقلة وقدمتها فرق من التراث الشعبي تعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت على سير العمل في المخيم الطبي التطوعي الثالث المجاني لجراحة الحروق والتجميل والتشوهات بهيئة مستشفى سيئون العام يأتي المخيم ضمن المشروع الطبي التطوعي الذي يقيمه مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية واستهدفوا على مدى أسبوع إجراء سبعين عملية جراحية نوعية في تخصصات الحروق وإزالة بعض الأورام والتشوهات ومنها الخلقية عند الأطفال بإشراف نخبة من الأطباء المتطوعين من المملكة العربية السعودية أشهدت لجنة الغاز المنزلي بمحافظة شبوة في اجتماع لها برئاسة يمين عام المجلس المحلي بالمحافظة رئيس اللجنة عبدربو هشلة أشهدت بالجهود التي تبذل من أجل ضمان الاستقرار التمويني لمدة الغاز المنزلي بالمحافظة وناقشت اللجنة عدد من القضايا المتعلقة بعملها ونشطها مؤكدة على ضرورة تشديد عملية الرقابة على عملية نقل الغاز المنزلي وبيعه داخل المحافظة بحسب الأسعار المحددة والتصدي بحزم وقوة لأي محاولات لتهريبه إلى قارج المحافظة أو التلاعب بأسعاره ختام نشر الموجزة إلى اللقاء